الترجي انا متابعه اربع فرق انا اتفرجت عليهم متوقعت انه هم في طريق الاهلي طريق البطولة سانداونز الوداد المغربي الترجي التونسي تبعتهم من بداية البطولة وشفت ان التلات فرق دول هم اللي هينفسوا الاهلي على اللقب السنة دي الحمد لله قابلنا اصعب فرق فيهم يعني انا بشوف انه سانداونز السيزن ده والموسم ده كان فرقه اعلى فرقه قدمت كرة واعلى فرقه عندها كواليتي لعيبة واعلى فرقه كمان وديه النقطة المهمة جدا اللي فيه انسجام وتفاهم تحس انه الفريق كله كتلة واحدة عشان كده كنت باشوفه اخطر منافس للنادي الاهلي في دوري الابطال السنة دي النسخة دي والحمد لله وجهناه في التمانية وقدرنا ان احنا نخرجه برا البطولة الترجي فرقه تقيلة واللي خوفك منها واللي خليك تعمل حساب لها انها برضو شبهنا شوية فرقه عندها شخصية البطل فرقه متقدرش تقيس قوة مواجهتها مقارنة بمستوى لعبيها ومقارنة بنتيجها لا الحقيقة ويمكن درس الشامبيونز ليج تشيلسي المان سيتي حضر بقوة التلات مطشاط اللي بيفصلوا النادي الاهلي عن التتويج بالنجمة العشرة مرتبطين بالأداء في تسعين ديها وانا من بداية الشوط التاني في مطش نهضة بركان منتظر نفس الأداء ونفس القوة ونفس درجة التركيز من النادي الاهلي لانه اعتقد مفيش اعذار يعني احنا النهاردة الحمد لله بنتكلم على رجوع كتير من المصابين حمدي فتحي وعلي معلول اعتقد هيبقوا قوة ضربة للنادي الاهلي ويزودوا من الخيارات عند مستر موسيماني ويعلوا من مستوى المنافسة كل واحد في مركزه ان شاء الله بإذن الله كمان مجدي أفشا ومحمد هاني يدخلوا فورما بسرعة وما يعني اعتقد ان 18 يوم اللي بيفصلون او لا مش 18 او تقريبا 18-19 يوم بيفصلونها على ماتش الترجي فرصة كمان لللاعيبة انها تستعيد مستوىتها خصوصا اللي يمكن ما كانوش فورما يعني انا بشوف انه فرصة مش بس للفرقة ككل لكن فرصة كمان لللاعيبة اللي كانوا عايزين يدخلوا عايزين يرجعوا اعتقد فرصة كويسة جدا ان هم يكونوا حاضرين وبتأكيد مستر موسيماني والجهاز الفني هيحتاجهم وما اعتقدش انه في فرصة افضل من كده عندك ماتشين او 3 ماتشات في منتهى منتهى الاهمية يخلونا ننسى اي حسابات فاتت ماتش الترجي راح جاي وان شاء الله باذن الله ماتش فاينال افريقيا سواء كان مع كازا تشيفز او مع الوداد 3 ماتشات في منتهى الاهمية ومستر بيتسو الحقيقة ابتدى يحضر ويجاهز من دلوقتي لمواجهة الترجي هو اجتمع مع جهازه المعاون وطلب انه هو يعني يتجهز له مجموعة من التقارير المرتبطة بفريق الترجي التونسي في الفترات الاخيرة مباراته فيه او ماتشاته فيه مشوار دوري الابطال ماتشاته فيه البطولات المختلفة والمسيرة بتاعته الحقيقة يمكن ما كانتش مستقرة يعني انا بشوف كمان حتى على مستوى اللعيبة الترجي مش هو الترجي اللي احنا عارفينه ده ملوش علاقة نهائي بفكرة قوة الفريق من عدمه لكن خلينا اقولك انه الترجي دايما كان فرقة قيلة وفيها عدد كبير جدا من العناصر اللي انت تعمل لها حساب كبير النهاردة انا بشوف فيه اربع او خمس عناصر هم ممكن يكونوا مصدر خطورة ولو تم التعامل معاهم بشكل او باخر يقدر الاهل يتجاوز محطة الترجي بسهولة بتكلم على كوليبالي بتكلم على بن رمضان بتكلم على حمدو الهوني حتى طيب يا سيري الكنيسة يمكن بعيد بقاله فترة معاني شعباني موديل الفني نفسه يمكن حتى قبل مطش الاخير المطش اللي تأهله فيه لمواجهة النادي الاهلي كان فيه مشاكل كتير وكان فيه احتمالية انه في حالة عدم قدرته على تجاوز عقبة بطل الجزائر انه يتم اقالة الجهاز الفني وبالتالي الامور عندهم مش مستقر اوي ده لي علاقة بتسعين ديها مالوش علاقة بتسعين ديها ولكنها حاجات اكيد الجهاز الفني في النادي الاهلي هيشتغل عليها سواء في ايقاف مواطن الخطورة والقوة مصادر القوة في الترجي او انك انت تستغل نقاط الضعفة في الترجي وهي كتيرة هنتكلم عليها في الفترة الجاية الترجي حاضر معنا في السادسة النهاردة هنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديو كونفرنس